اهلا بكم من جديد الى التفاصيل بداية اعاد رئيس والجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة بعد ظهر الخميس الى الجزائر العاصمة بعد ان خضع لفحوصات طبية بمستشفى فالدوغراز بباريسا وبعد ان اظهرت الفحوصات الطبية تحسنا ملحوظا للوضع الصحي للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سمح الفريق والطبي لرئيس الدولة بالعودة الى الجزائر قبل اربعة وعشرين ساعة من الاجل المحدد وكان رئيس الجمهورية قد تنقل يوم الاثنين الى مستشفى فالدوغراز بباريس في اطار فحص طبي روتيني من اجل استكمال الفحوصات التي بدأت بالجزائر العاصمة واضافت مرسول نشاطه بصفة عادية وسيمضي على مرسوم استدعاء الهاية الناخبة لرئاسية عفريل القادمة ومع اقتراب انتخابات الفين واربعة عشر علم تلفزيون النهار من مصدر رسمي ان الانتخابات الرئاسية القادمة ستجرى يوم الخميس سابع عشر من افريل الفين واربعة عشر ومن المنصدر ان يوقع رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة غدا الجمعة مرسوم استدعاء الهاية الناخبة يأتي هذا كبداية لاضاحة معالم الرئاسيات القادمة مصطفى تنسي اعد لنا هذا التقرير بعد اربعة ايام قضاها بمستشفى فالدوغراس بباريس عاد عبدالعزيز بوتفليقة الى ارض الوطن عقب اجراء فحوص طبية وعاد معها ليباشر مهمه ومنها استدعاء الهاية الناخبة تحسب للانتخابات الرئاسية المزمعة في السابع عشر افريل القادم والتي يشترط ان تسبق موعد الاستحقاقات الانتخابية بتسعين يوما الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي نقل الى المستشفى يوم الاثنين الماضي ما طار تعليقات وتأويلات بشأن صحته وقدرتها على الترشح لولاية رئاسية رابعة فبايا الرئاسية في وقت سارع الى التأكيد لا يوجد اي اجراء استعجالي وكان مقررا وانه قد حدد تاريخه منذ فترة اقامته بمؤسسة لزان فاليد بباريس مبرزا ان الوضع الصحي العام لرئيس الجمهورية يتحسن بصفة مؤكدة وبالتدريج يذكر ان ابوتفليقة نقل في السابع والعشرين افريل الفين وثلاثة عشر الى بستشفى فالدوغراس بالحرم اثر تعرضه لجلطة دماغية برحلة علاجية استمرت اكثر من ثمانين يوما وبهذا تؤكد التقارير الطبية نصحة الرئيس في تحسن ويتعافى تدريجيا كما انها لا تشكل قلقا فقد سبق ودأب رئيس الجمهورية منذ عودته الى ارض الوطن بعد رحلته من العلاج على استقبال المسؤولين الجزائريين والاجانب على حد السواء واستئناف نشاطه بصفة عادية اكد الطيب لوح وزير العدل حافظ الاختام ان الاعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة جارية بما فيها اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات التي سيعينها رئيس والجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة فيما بعد وقد جاء هذا على همشي زيارته التفاقدية لولاية السيدي بالعباس وتعين نواب الجدد لمجلس قضاء عين تيموشن التفاصيل في ميكروفون مصطفى تمسي الاعدادات الآن للانتخابات سارية وفقا لما ينص عليه القانون من بين ما هو اساسي هو اللجنة الوطنية الاشراف على الانتخابات التي يعينها فخامة رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي وخلال ايام القليلة القادمة سيعينها فخامة الرئيس الجمهورية اكد رئيس حزب الحرية والعدل محمد السعيد بالعيد انه لا يملك اي نية في الترشح لرئاسيات 2014 كما لم يبدي اي اعتراض لترشحي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لعهدة رابعة حيث رأى الى ضرورة تمتع المترشحين بالخبرة من اجل خوز غمار الرئاسيات كان هذا خلال اعادة اليوم من حسة تقهوى وجرنان التي حل ضيفا عليها ليست لي رغبة في الترشح انت مع الترشح بوتفليقة لعهدة رابعة اذا مع بداية العد العكسي لاستدعاء الهيئة الناخبة لرئاسيات افريل القادم تجد احزاب المعارضة نفسها في ورطة بعد ان عجزت عن بلورة تصور مشترك ازاء رئاسيات القادمة المزيد في تقرير هشام بن عودة قبل ساعات قلائل عن استدعاء الهيئة الناخبة لرئاسية افريل القادم عجزت احزاب المعارضة المنظوية تحت ما يسمى بمجموعة العشرين زائد سبعة عشر عن بلورة تصور مشترك ازاء طريقة التعاطي مع رئاسية الفين واربعة عشر بعد ان سقطت جميع الاوراق التي راهنت عليها على غرار مصطلح عليه بالمرشح التوافق للمعارضة مرشح التوافق استطاع كما قلت ان تتبنى اكثر من طرف حتى في نقطة ونقطتين وبعض تبنى المشروع باكماله وخاصة مرشح التوافق لكن لم يتجسد لحد الان في الشخص بعد الاعلان ان شاء الله سيدعاء الهيئة الناخبة سيتقدم للانتخابات من يتقدم وتبرز الاسماء وبعد ذلك سيكون مباشرة النقاش حول المرشح المؤهل للتوافق حوله احزاب المعارضة التي اعلنت عدة مبادارات بخصوص محطة رئاسية الفين واربعة عشر تتجه بخطة ثابتة نحو الانشطار في ذل تحميم بعد زعاماتها على خوض غمار رئاسية الفين واربعة عشر من جهة وتوجه ما يسمى باحزاب القطب الوطني لدعم شخصية مستقلة فيما تتحرك بعض الاوساط للدفع بخيار المقاطعة المعارضة التي تتشكل من رقم سبعة وثلاثين هؤلاء يبحثون عن رئيس توافقي بمعنى انه اذا ترشع شخص يميل نحو اتجاه ما هو التيار الاسلامي عموما سيحظى هذا المرشح بدعم من طرفهم وفي امتظار اتضاح الرؤية بخصوص رئاسية الفين واربعة عشر تتجه المعارضة نحو انتكاسة اخرى ومع دخول الجزائر في اجواء حملة انتخابية مبكرة لرئاسية الفين واربعة عشر لفع عدة مرشاحين مفترضين لرئاسية الفين واربعة عشر ولقت الخدمة الوطنية كرهان انتخابي لكسب تأييد فئة الشباب المزيد في تقرير يزيد فطاني قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة تعمد كل شخصيات مترشحة لمنصب رئاسة الجمهورية الى لعب ورقة الخدمة الوطنية من اجل كسب ود شباب والفوز بثقتهم لما تشكل هذه الشريحة من نسبة كبيرة في المجتمع الجزائري حيث تلعب بعض الشخصيات السياسية هذه الورقة الرابحة بامتياز اكدت على ضرورة تقليص مدة الخدمة الوطنية الى 12 شهرا فقط اعادة النظر في مدة الخدمة العسكرية لتقليصها لـ 12 شهر واعثاء الحاصلين على شهادات جامعية من اجبارية الخدمة الوطنية كما اكد رشيد نكاز مرشح الرئاسيات المقبلة على ضرورة إلغاء إجبارية الخدمة الوطنية لاعتبارها عائقا إداريا وكبحا لطموحات وأمال هذه الفئة من المجتمع والعمل على تكريس فكرة الجيش المحترف بين هاجس إجبارية الخدمة الوطنية في الجزائر ومطامع مترشحية رئاسيات المقبلة يعني بجزائري حينة هذه الوثيقة التي كثيرا معرضته لمشاكل بيروقراطية الى جولات الوزير الاول عبد المالك سلال حيث شدد الخميس من ولاية البويرة لأن الحكومة تبدل يوميا قصار جهدها لتجسيد مبدأ دولة الديمقراطية الاجتماعية بما يعود بالفائد على كافة المواطنين وفي لقائه بممثلية المجتمع المدني لولاية البويرة أوضح سلال بأن تجسيد هذا الهدف قائم على عديد المقاومات على رأسها عدم التفريط في الاستقلال والسيادة الوطنية مهما كان الثمن والإقرار فقط بسلطة الشعب التي يمارسها بكل حرية عبر منتخبها وبالمناسبة فقد ذكر الوزير الاول بأن الحكومة بادرت في هذا الإطار بحزمة من الإصلاحات الرامية إلى إصلاح الخدمة العمومية إلى الشأن الأمني حيث تمكنت وحدة من الجيش الوطني الشعبي في عملية نوعية لها بالقطاع العمليتي المدية أمس الأربعاء من القضاء على إرهابيين وأضح بيان لوزارة الدفاع الوطني الخميس أن هذه العملية جاءت إطر كمين نصب بإحكام ببلدية بعطى دائرة العمارية أولاية لمدية في حدود الساعة التاسعة مساء كما تم خلال نفس العملية حسب ذات المصدر استرجاع بندقيتين آليتين من نوع كراشينكوف ومنظار واحد إلى جانب كمية معتبرة من الذخيرة وكذلك هواتف نقالة تزامنت عودة الجدل مع الذكرى الأولى لاعتداءات جنتورين التي وقعت من طرف جماعة إرهابية تضم مسلحين من عدة جنسيات متعددة وبمناسبة الذكرى الأولى لهذه الاعتداءات تدرت عدة شهادات من طرف رهاء تم تحريرهم من طرف قوات الجيش الجزائرية والذين يتسألون عما حدث بالضبط لتستغل لأغراض تهدف لإعادة إحياء شكوك في الجيش الوطنية هشام شريف أعاد لنا التالي عاد الحديث مجددا عن حادثة احتجاز جماعة إرهابية متعددة الجنسيات لرهائن بمنشأة الغاز بتيجنتورين شهر جنفي من سنة 2013 هجوم إرهابي جوابه برد حازم من قبل قوات الجيش الوطني الشعبي وبالتزامن مع إحياء الذكرى الأولى لموقعة تيجنتورين عادت بعض الأوساط الفرنسية لمحاولة النبش في ملف يعد شأن جزائري خاص بدأوا يحاولون النبش في هذا الملف الذي نعتقد أنه طوي الذي حصل حصل والجيش الجزائري احسن الموقف تعمل قوات الجيش الوطني الشعبي بحزم مع من أراد شرا بالجزائر أحبط مخططات جهنمية أرادت النيل من مصدر قوت الجزائريين فتعمد بعض الأطراف لتسويق طروحات مغلوطة من خلال شهادات بعيدة عن الواقع يعتبر محاولة لابتزاز الجزائر أعتقد أنهم يريدون ربما الخوض تيشيا خارج إطار المؤسسة العسكرية سنة كاملة مرت على عملية تيجنتورين الإرهابية التي كشفت حجم التحديات الأمنية التي تواجه الجزائر والتي أدخلت أجهزتها الأمنية في حالة استنفار في ذل ما تعيشه دول الجوار من انفلات أمنية ملف تيجنتورين الذي عاد للواجهة من العاصمة الفرنسية باريس حيث اعتقد الخبير السوسيو استراتيجي محمد السعيد مكي ما اسمه محاولة باريس الاستياد قود في المياه العاكرة من خلال التشكيك في الرواية الرسمية لسلطات الجزائرية إذا موقع تيجنتورين التي أرادت من خلالها جماعات إرهابية متعددة الجنسيات ضرب عصب الاقتصاد الجزائري إيشان بن عودة رصد لنا هذا التصريح هذه الأيام أظن أن عودة فرنسا تعيد النظر في الملف أو تريد أنها تفتح ملف قانوني في هذا المجال هذا لا يخصها هذا يعني الجزائر لا يخص فرنسا بالنسبة لإذا عندها أموات في قضية المختطفين أو كذا نعم لكن الشيء المعروف أن قضية تيجنتورين تم إنهاءها بالنسبة للجزائر وتم يعني وضع كل الملفات ويعني بالنسبة للشركاء الأجانب كلهم عندهم معلومات من طرف النظام الجزائر التحق محمد الأمين الأحمر بعمله في قاعدة الحياة البترولية لتيجنتورين في أواخر سنة 2010 عازما على أن يؤدي عمله بإخلاص قبل أن يستشهد بموقع عمله إذ امتدت إليه يدوى الغدر والإجرام ففضلت تضحية على أن يكون الدرع الحامي لهذا الوطن ليضرب أروع مثال في التضحية لشباب الجزائر ديار بن داود عاد إلى بيت الأحمر بتيارت وبعث لنا بالتالي وقف تلفزيون النهار بمدينة نهدية بتيارت وبهذا البيت الذي ولد به الشهيد الأحمر محمد الأمين أين كان لنا لقاء مع والديه في الذكرى الأولى لاستشهاده بإحدى شركات الوطن الوالدان اللذان كانت صورة محمد الأمين لا تفارقهما فذكرياتهما معه لا تزال راسخة رغم الفاجعة التي ألمت بالعائلة ذات السادس عشر جنوبي من السنة الماضية فها هي سنة تمر على استجهاد موقف الجزائر البطل الآخر الذي يضاف إلى قوافل الشهداء التي لا تزال تسجل أسماؤها من ذهب في قائمة الغيورين على وطنهم أمثال الشهيد الشاب الأحمر محمد الأمين الذي يبقى قدوة الشباب في حب الجزائر والجزائر فقط كشفت شركة إيني الإيطالية كما قالت وكالة رويترز ليالنباء اليوم الخميس بأنها لم تجد أي تعاملات مشبوهة مع شركة سونتراكا الجزائرية وأن تقرير الخبرة قد أكد كذلك بأن تعاملات شركة إيني وفروعها في الجزائر كانت قانونية وقد سلمت القضاء الإيطالي هذه الخبرة الدولية قبل أيام أعاد السجين الجزائري بالمعتقلات العراقية مسعود بريكا إلى مقر سكنه بمشتة غدير القروة ببلدية مينار بزرارة في ولاية ميلا مسعود بريكا الذي سجن بالعراق منذ سنة 2005 كان متواجدا بسجن الحراش بالعاصمة بعدما تبين أنه كان يتنقل خارج الوطن بهوية مزورة إلى شأن التربوي حيث تحفظت مديريات التربية بمختلف الولايات على نشر قوائم الناجحين في المسابقات المهنية التي نظمتها وزارة التربية مؤخرا والخاصة بترقية 25 ألف موظف بالقطاع وذلك بعدما تلقت وزارة التربية الوطنية مرسلة من قبل الوظيف العمومي تؤكد فيها عدم احترام النصوص القانونية وأحكام المرسوم التنفيذي الخاص بعمال التربية وقالت جريدة نهار نقلا عن مصادر حسنة الاطلاع عن الوظيفة العمومية رسلت وزارة التربية الوطنية وأعلمتها بالأسباب التي على أساسها تم تعليق نتائج المسابقات المهنية الخاصة بـ 25 ألف موظف على مستوها وطلبتها أيضا بضرورة إعلام كل مديريات التربية بعدم نشر نتائج تفاديا للإحتجاجات والفوضى تربويا دائما لا تزال إذن ظاهرة العنف في المدارس تشكل خطرا نظرا للأرقام الكبيرة والقياسية التي أصبحت مصدر قلق كبير لدى الأولياء الأمر الذي استدعى من وزارة التربية إرسال لجاني تحقيق قصد البحث عن الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة أمينة شابوني والمزيد مع ارتفاع ظاهرة العنف في الوسط المدرسي سرعت وزارة التربية الوطنية بإفادة رجان وزارية للقيام بتحقيقات ميدانية معمقة من أجل الحد من هذه الظاهرة وهذا من خلال الاستعانة بخبراء وباحثين جامعيين كون الظاهرة تأخذ أبعاد أخرى لا نستطيع أن نقول أنه بين الأستاذ والتلميذ فقط إنما هو مشكلة عميق جدا وهو بين الأولياء وأولادهم وبين التلاميذ كذلك والمدرسة التلميذ والبرنامج التلميذ والمشاكل الاجتماعية والتلميذ والوزارات الأسبوع الماضي دخل ولي تلميذ حتى القسم لا نقول إلا داخل المدرسة إنما حتى داخل القسم وتعدى على أستاذ هذه الظاهرة ليست بالجديدة إلا أن تفاقومها أصبح يشكل مصدر قلق في أوساط مختصين كون العنف يشمل أهم عناصر في المنظومة التربوية وهم الأستاذة التلميذ والأولياء فالكل يعنف الكل وقد تكون الأسباب غير مقنعة تماما كنت أنت كما صحب في كلاسا كما العادة قعد تهضر معي ويطر معي في الهضراء قعد ساكت كنت أعطيت فيها هي تهضر وانا نهضر هي تهضر وانا نهضر وانا نهضر بعد شغل رحت الإدارة رحت لهم هادة بلاني وهاكا وهاكا تهمتني إذا تقلطت فيها لتمك دخلتني إلى كونسا هذا وقد أرجعت وزارة التربية أن العنف في الوسط المدرسي سببه الفعلي والأنترنت والبرامج التلفزيونية متنسية تماما تلك الضغوطات النفسية التي رزخت في صدور التلميذ جراء النزاعات الغير منتهية بين الوصية والنقابات تم بوزارتي التعليم العلي والبحث العلمي بالجزائر العاصمة إمضاء اتفاقية التعاون في مجالي التعليم العلي والبحث العلمي بين الوزارة وبريطانيا ممثلة بالمجلس الثقافي البريطاني حيث تضمنت هذه الاتفاقية برنامج عمل يتم من خلاله إرسال نحو مئة طالب جزائري حامل شهادة المستير في الإنجليزية لمواصلة دراستهم بالمملكة المتحدة ومثل الطرفين كل من الأمين العام للوزارة صديقي محمد صلاح الدين ومن الجانب البريطاني وزير الخارجية البريطاني المكلف بالكومونولت هيو روبرتسون المزيد في تقرير أو المزيد مع اليقود سارة غرداوي وكذلك زميلة وردة أقشيشة تعليم تعالغة الإنجليزية والتدريس تعالغة الإنجليزية والأساتيدة تعالغة الإنجليزية في الجزائر نقصين شوية ونحن محتاجين هذا الاتفاقية ستعطينا قفزة نوعية في العدد تعالى الأساتيدة ويكون فيه فسح مجال التعاون في إطارة دوندوتخ أنا جد ممتن للعمل الذي قامت به وزارة التعليم العالي الجزائرية والمجلس التقافي البريطانية هنا في الجزائر ونتمنى أن تكون هذه بداية لتعاون أكبر بين البلدين وفي كل المجالات في قطاع يسكن وضعت الوكالة والوطنية لتحسين يسكن وتطويرها عدل مذكرة كتابية لدى محكمة بيرموراد ريس تذكر فيها بأن المكتتبين لسنوات 2003 و2004 و2005 والذين يبلغوا عددهم 30 ألفا لم يتم إقصاؤهم أو رفضهم أو العدول عن قبول طلبتهم وإنما عليهم تأكيد الطلب الأول على البرامج السكنية المستقبلية المنجزة وعليه دعاة الوكالة المدعين وهم يمثلون أكثر من 30 ألف مكتتب آخرين إلى تأكيد طلب الأول على البرامج السكنية المستقبلية المنجزة من طرف وكالة عدل برسلة موصى عليها تطرق والي الجزائر العاصمة على زوخ أكدا على هافقرب الأجالة جاء هذا خلال زيارته التفقدية للمقاطعة الإدارية لحسين داية وعن البطالة في الجزائر كدى الوالي أنه قد تم خلق مناصب شغل جديدة في إطار تقليصي نسب البطالة مدام الأبوال المتوفرة ناخدوا الإجراءات إن شاء الله بها يتم تكفل بإعادة ترمي لهذه العمارات إن شاء الله في أقرب وقت فيه ورشة خاصة للبنايات القادمة نشتغلوا وغادي تنضلق الإشغال في عدة أحياة وفي عدة عمارات ونزيدوا تانين لهذه العمارات التي طرحوها رؤسة البلدية اليوم تندمج تاني كذلك في نفس الشيء خلقنا نصب الشغل في مدة شهرين ثلاث شهر خلقنا 7200 منصب شغل من السكان إلى التجارة حيث طمأن الوزير مصطفى بن بادة طمأن الجزائريين بإضمان مادة الحليب عبر كافة ولايات الوطن ما بخصوص عليب كياس الحليب كشف بن بادة أنه من غير الممكن في الوقت الحالي باعتبار العملية مكلفة وسيشارك فيها خبراء بالإضافة إلى أجهزة مخصصة لهذا الغرض عدل زيدي والتفاصيل سنتخذ الإجراءات اللازمة لتوفير هذه المواد من خلال رفع الكوطن تعلبودردولي بالنسبة للبنات الأخرى هذا وقد أعلن بن بادة على هامشية الجرسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن يوم السابت سيتم عرض التحقيق المتعلق بقضية الوعد الصادق بالبويرة إضافة إلى المضاربة بأسعار الحليب وهذا مبني على تقرير لجنة خاصة المزيد في ميكروفون عدل زيدي طرح حزبو الكرام انشغالاً لوزير يشؤون الدينية والأوقاف خلال الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفوية متعلقة بدرورة مشاركة الحكومة في بناء المساجد عبر الوطن وتسأل النائب محمد الدوي عن الكنائس التي قال أنها تتواجد على أحسن حلة على غرار المساجد عدل زيدي مرة أخرى وزارة الشؤون الدينية في تمويلها للمساجد تقتصر فقط على تلك المساجد المتواجدة في مقرات البلديات المتواجدة في الولايات أما البلديات المعزولة والمساجد المعزولة فهي تقدر تقول أنها ممولة من طرف المحسنين فأنا وقفت شخصياً على حالة عجيبة في دائرة واضية بولاية تيزيوزو أنه فيه كنيسة ببعد مغاربي ممولة من طرف هيئات تبشيرية في الولايات المتحدة الأمريكية ويقابلك في الجهة الثانية مسجد النور في طور البناء من طرف تبرعات المواطنين فاطلبنا من معالي السيد وشير الشؤون الدينية أن تتدخل الدولة في بلد إسلامي تتدخل من أجل رفع همة وقامت هذه المساجد في قطاع السياحة قال الوزير محمد مين حاج السعيد أن هناك تنسيق بين وزارة السياحة وصناعات التقليدية ووزارة الثقافة من أجل المحافظة على الإرث الحضري بالمناطق الصحراوية وحمايته من التخريب والتشويه وضيفا أنه يجب تحسيس المواطن بضرورة المحافظة على الإرث الأصيلة ما لجفال عاد بالتالي؟ هناك تنسيق بين وزارتي التقافة والسياحة من أجل المحافظة على الإرث المواطن الكريم يجب أن يعلم بأن هذه الآطار تعتبه كنز لا يعوض لن نتدخل أي جهد مع قطاع التقافة من أجل المحافظة على الإرث وأيضا العمل على جعله مؤمن بالمعنى الشامل أي محافظة عليه والعمل على عدم المساس لأصالته إلى شأن صحي فيتبادر إذن للأذهان العديد من المواطنين أن الأدوية الجنيسة تختلف عن الأدوية الأصلية وأنها لا تحتوي على نفس المكونات وليست لها نفس الجودة العلمية التي يتسم بها الدواء العادي وذلك راجع إلى سعرها المنخفض للإستفسار عن طبيعة هذه الأدوية ومدى مطبقتها للمواصفات العلمية العالمية للدواء عد لنا زميل أحمد محمود تقرير التالي لا تزال الأدوية الجنيسة تثير الكثير من الجدل حول مدى فاعليتها وتأثيرها على صحة المواطن وكذا مطابقتها للدواء الأصلي الدواء الجنيس لديه فورميل التي يطبقها ويطبحها حسب الفورميل للدواء الأصلي وتكون لديه نفس الفعالية يستعملهم الإنسان بدون حرج بدون خطر على الصحة أو الأخرى ويطبحها على صحة المواصفات العلمية للدواء الأصلي انتشار استعمال هذه الأدوية والإقبال عليها يبقى رهينة الأطراف المختصة في نشرها والتعريف بها لإزالة الشكوك التي تدور حوله يعاني الأطباء والمرضى في مصلحة الجراحة التقويمية والحروق بمستشفى دويره من صغر مبنى المصلحة الذي لا يسعى والمصابين الذين يتزايد عددهم يوميا هو الأمر الذي صعب على الأطباء عملهم كما زاد من معاناة المرضى أيضا تقرير محمد سعدوي تعد مصلحة الجراحة التقويمية والحروق بمستشفى دويره أفضل مصلحة في المجال وذلك نظرا لكفاءة العالية التي يتمتع بها الأطباء العاملون فيها إلى أن ظروف العمل الصعبة تثير السياء المرضى قبل الأطباء نحن مدى بناء الدولة الدعم ما يلتونش بالتفاهات عينا عينا بالوعود الكذبة عينا أطباء المصلحة يشتكون ذيق مبناء الذي صعب عليهم أداء مهمتهم النبيلة على أكمل وجه تهرج من أن نصبح 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 أن نصبح أن نصبح 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 ومن يستمين لهم وفي قد لا يؤثر على أطباء المتالية لم يطلب أطباء مصلحة الجراحة التقويمية والحروق بالدوير شيئا لأنفسهم فما طلبهم مبنى يسع المرضى لضمان رعاية جيدة لهم فهل ستجسد وعود أطلقت قبل عقود من الزمن بعد الحريق الذي شبه والأمس بمنزل بيشراجه والذي أودى بحياة أربعة أشخاص تصعدت اليوم أعمدة ودخان من جديد نتيجة تجدد ألسنة اللهب هناك بنفس المنزل مثل ما توضحه ويوضحه سكان الحي في ميكروفون هشام بوغفة ونصر الدين خليفة التهمية كانت ساعة ربعة 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 جينا نشافوا النار دخل كان يخرج جينا نشافوا النار كما كان هزقين للحماية الحقيقة لا إله لا نصر وهمك جبش جو الحماية داروا اللي عليهم جوهنا الشوطاء كلموني هنا من الحماة قالوا لي باللي النار هي عودة شعلت وجو لي بومبي والاخر كي جيت الحماة لقينا لي بومبي ضايرين صح على الدار والاخر صح واحد ما تجرأ ودخل يعني باش يطفي عاود يطفي النار حتى مول الدار ادخل كما راكم تشوفوا تخل عاود يطفي لا لا تخل منها تخل منها تخل منها يا عاود يفتح وهما مكاش فيهم واحد يتجرأ ودخل عاود يطفيها كما نشب صبيحة اليوم حريق في منزل بحي سدي حسن في القرية الكبيرة بشراجة بالعاصمة حيث أصفر عن إصابة صاحب المنزل بحروق بسيطة على مستوى اليدين والوجهة ويبلغ وضحية حسب معلومات قدمها لنا رئيس وحدة الحماية المدنية لشراجة ستون سنة والذي كان وحده في المنزل أثناء وقوع الحريق والذي تم نقله إلى مستشفى دوير لتلقي العناية اللازمة راضية بن هباج وأحمد محمودي عاد لنا بالتالي أنا كنت مريح في الدار نسمع ترتيقة خرجت النجري روحت عند وسمو عند البابة قال دي جان النار قمت لها وسمو السيدة في سبيطة الإصابات شوية محروق من يده والشعب في وجهه قرعة القاز ترتيقت هي اللي شعلت النار ما كنت مريح في ساخده ما كنت مريح في ساخده أخرى ترتيقة وسمو ليس شيء حاجة كيف تحت الباب تحت الحديد إذا تحت الباب تحت اللوح سيب سيب دعاية نحينا الباب نحينا الباب والنار يسمى النار وسموه ضربة من الوجه في ذاتي السياق من العاصمة إلى تلمسان حيث وصيبت 34 مرأة بجروح خفيفة جراء انفجار للغاز وقع داخل حمام بقرية زهرة تابعة لبلدية العزائل بولاية تلمسان أغلب المصابات عرضنا إلى صدمة نفسية فيما تم تحويل ثلاث نساء إلى مستشفى سبدو لتلقي العلاج وأضافت نفس المصالح أن المعلومات الأولية تشير أن سبب الانفجار يعود إلى خلل في تدفئة المركزية للحمام الذي تعرض إلى خسائر مادية كبيرة جراء هذا الحادث تعاني الطفلة هناء التي تبلغ من العمر عشر سنوات من مرض غريب في جلدها منذ ولادتها ولم يتم بعد تشخيص هذا المرض رغم عرضه عدة مرات على الطباء وكذلك في وسائل الإعلام التفاصيل مع ابتسام بوسلمة مرض غريب لم يتم تشخيصه لحد الآن يحدث في جلد طفلة هناء التي لا يتجاوز عمرها العشر سنوات ولدت بجزء من هذه البقعة السوداء التي يزرع فيها شعر رقيق هذا الإسوداد يكبر حجمه ليعم كل جسد الفتاة ليبدأ بشامة صغيرة ويكبر مع مرور الوقت جرائد وطنية وقنوات أجنبية نقلت مرض هناء الغريب لكن بطريقة زادت من معاناة عائلتها التي كانت تأمل المساعدة والتضامن معهم وليس جذب أكبر نسبة من القراء والمشاهدين شلي نتأسف له كثير لما نقرأ في الجرائد بنت مكسوة بشعر ذيب أنا انظر كين مصطلحات كثيرة لإنسان باش يعبر بيهم انظر ريت طمعت باش تكون عندي يعاني يعاني بنتي وني طمع وولو طمع في بنتي تبرى هذا وشني طالب بلك يكون عندها دواء أنا ما نقدر لهش هذا الدواء بس كبابها مش يخده ما نقدر لهش الله غالب هناء اليوم تكبر ومعاناة مرضها تزيد يوما بعد يوم في ظل عجز أوليائها على علاجها ليبقى الأمل عند كل جزائريين يستطيعوا مساعدة تلك البريئة قبل فوات الأوان ان شاء الله إذن تلقى طفلة هناء صرختها تلقى أذان ساغية للجزائريين إذن نذكركم مشاهدين الأكارم أنه يمكنكم متابعة القصة الكاملة لطفلة هناء مع هذا المرض الغريب يوم غد ابتداء من يوم غد على الساعة الثامنة في حصة جزائريون مع زميل يوسف نكع في موضوع آخر أصيب مربو المشي بالرعب بلدية الغيشة التي تبعد بحوالي تسعين كيلومتر شمال الأغواط جرأ ظهور مرض غريب تسبب في نفوق رؤوس أغنامهم دفعة واحدة كما تظهر أعراض غريبة عليها حسب طبيب البيطري الذي قام بالفحوصات الأولية وقام برفع تحليل لمخبر التحليل بالأغواط في انتظار نتائج هذه الحالة خلقت نوعا من الدوع لدى الموالين بالمنطقة الذين سرعوا لاتصال بالسلطات والمسؤولين ببلدية الغيشة في محاولة منهم لإنقاذ ما تبقى لهم من مواشي سعداوي لعرج بعث بالتالي الأعراض الحالية وجود ما يسمى بالمتاليزم يعني خروج الماء من الفن بالإضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة حوال 39 درجة فقط هذه العراض اللي الموجودة أنا للماته لي ربع شها ولا خمسة بعد لحق والزوج ولي معني في 30 شها لقد شوف لي ركش بعينك ولي رح قعد في جرب وفي أخبارنا الرياضية أعطيت الخميس بقاعة حرش بالجزائر العاصمة إشارة والانطلاق الرسمي لفعاليات الطبع الواحدة والعشر لكاس إفريقيا للأمم 2014 في كرة الياد التي تعرف مشاركة عشرون متخبة لذكور والسيدات يمثلون 13 بلدا وتنظم الجزائر هذه المنافذة ساء القرية للمرة الرابعة ويطمح المنتخب الجزائري للذكور لتحقيق التأهل مونديال 2015 بقطر ولملا صعود على أعلى درجة لمنصة يتتويج أمام جمهوره أمام منتخب سيدات فيبقى هدفه تأهل مونديال 2015 بالدنمارك وبالحديث إذن عن المنتخب سيدات إذن فازت المنتخبات المرشحة للذهب بعيدا في دورة الحالي والعشرين التي انطلقت اليوم على غيران المنتخبات الجزائرية وتونسية والمصرية ولد الدكور اجداح المنتخب الجزائري نظيره النيجيري بنتيجة 34 مقابل 16 بقاعة حرش حسن دائما ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية في لقاء كان بمثابة حصة تدريبية لأشبال المدرب ريدا زيكيلي في انتظار مباراة الخضر امام جمهورية الكونغو مساء غدى الجمعة بنفس القاعة ابتداء من الساعة السادسة والرب تعرف العديد من اسواق الجملة للخضر والفواكه انتشار العديد من العربات المجرورة بوسطة الحمير لنقل كل انواع السلع يقودها مواطنون من مختلف الاعمار غايتهم الوحيدة هي كسب لقمة العيشة المزيد في تقرير احمد محمودي وكمال جفال عربات يجرها الحمير وسيلة العمل التي يعتمد عليها بعض الحمالين في سوق الجملة للخضر والفواكه ببوفاريك ولاية البوليدة بعد ان ضاقت بهم سبول الرزق طلبا للمال الحلال وتوفيرا لجهودهم اليومية مربينهم احنا نخدموا بهم الصباحا بكروا بهم الخامسة نجو هنا للسوق ركتوا الحفاري اترك شيئا حاجة ما تسلحش نحوصل نحنا البدائل البدائل كاين كاين بدائل لأن هذه رغم بدايتها تبقى عربات الحمير وسيلة فعالة لنقل البضائع داخل سوق الجملة بشهادة العديد من التجار وذلك رغم بعض المشاكل التي يعانيها أصحابها حمار هذا ما نجو نوصله به سبعة كيلومتر كيلي يسكنها لها خمسة عشر كيلومتر يجي وصلوا هنا للسوق ما ينجي مشي أخذ رقم كسرع الحمار هذا هو يتعذب كثر من البنادهم حابين يوفروننا عاما يفتحوا الشركات هذا ما هوش حل الأقل ما نبقاوش في طريقة ما قبل التاريخ بيدائيين وأمام كل هذه الظروف يبقى أمل أصحاب هذه المهنة معلقا على التفاتة من طرف الجهات المعنية لمساعدتهم على اقتناء وسائل أكثر حداثة توفر لهم الزيادة في واتيرة العمل ولقمة عيش بأقل جهد ممكن وبهذا مشاهدين ننصر بكم إلى ختم الحصاد إليكم تذكيرا بالعنوين رئيس الجمهورية يعود للوطن بعد فحوصات روتينية بباريس ومصادر رسمية تكشف استدعاءه للهاية الناخبة يوم الجمعة بعد مرور سنة على اعتداء تيجنتورين خبراء ينتقدون نبش فرنسا في الأحداث